من جهته اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزير خارجيتها يظهر تخوف واشنطن منه وآلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تشمل تجميد أي أصول لضريف بالولايات المتحدة أو تلك التي يسيطر أو تسيطر عليها كيانات أمريكية وستسعى واشنطن أيضا إلى لحد من الرحلات الدولية لضريف وقال روحاني أن الولايات المتحدة خائفة من مقابلات ضريف بسبب لقاءات صحفية أجرتها معه وسائل علام أجنبية خلال وجوده في نيويورك تدعون بأنكم تتمتعون بحرية التعبير والديمقراطية وتقولون إن بلدكم هي أكثر بلاد العالم حرية الآن أنتم خائفون من الواضح تماما أن كلمات دبلوماسي مطلع ومنطقي قد هزت أساسات البيت الأبيض